شاهدنا الكرام في فقرة البيئة لنهار اليوم فصل ربيع في أوروبا هذا العام لم يكن كما سبق لأن تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري بدأت تتفاقم وتتمدد ففي إسبانيا والبرتغال اللتان تتنفسان قرا شديدا كانت البداية لتتوسع بعدها إلى باقي دول الأوروبية إلى باقي دول أوروبا الغربية أقول التي لم تعرف منذ 72 سنة موجة حرر كهذه التي تشهدها منذ منتصف فصل ربيع 2022 فقد سجلت درجات الحرارة ارتفاعا بأكثر من 10 درجات فوق معدلاتها الاحتيادية حيث أصدرت بريطانيا هذا الأسبوع تحذيرا من المستوى الأحمر للمرة الأولى في تاريخها فيما يخص درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تبلغ منتصف هذا الأسبوع المستويات الأربعينية حتى منتصف مستوياتها الأربعينية حرارة تسببت في إطلاف آلاف الهكتارات في فرنسا والبرتغال كما أدت إلى وفاة العشرات من السكان الذين أرهاقهم الحرر الشديد فهم متعودون على الحرارة لا تتعدى مستوياتها العشرينية ستكون وخيمة جدا فبحسب خبراء التقس ستصل موجة الحرر الغير مسبوقة هذه إلى ألمانيا ومن ثم إلى البلدان الإسكندونافية على غرار السويد الدنمارك وحتى هولندا هل استمتعتم من قبل المشاهدين بمشاهدة المناظر الخلابة لجبال الآلب المترامية الأطراف التي تزينها الثلوج يبدو أنها لن تعود إلى سبق عهدها مجددا إذ ما تشهده القارة والأوروبية من تغيرات مناخية أدت إلى الذوبان أقول أجزاء منها منذ أسبوعين ما تسبب في العديد من الوفيات مع تقلص نسبة سقوط الأمطار كذلك إلى النصف منذ نوفمبر الماضي وانخفاض كمية الثلوج بـ 70% في ظاهرة غير مسبوقة في أوروبا تناقص منسوب المياه بشكل كبير في بحيرات إيطاليا وكذا نهر بو الذي يعد الأكبر هناك الذي بدأ يجف بشكل غير مسبوك وأيضا فرضت عقوة قيود أقول للمرة الأولى في أوروبا حول المياه الاحتباس الحراري لا يهدأ ولا يستكين فقبل أوروبا تأثرت القارة الأسيوية بموجة حر حصدت الأرواح في كل من الصين واليابان التي شهدت درجة حرارة لم تحدها منذ بدء استجلات المناخية العام 1875 حيث لامست الأربعين درجة مئوية ما تسبب في تشقق الأسفل في بعض المدنة الصينية كما ارتفع اجتفع أقول على إثر ذلك استهلاك الكهرباء إلى مستوى قياسي وغير مسبوك غير بعيدين عن الصين مشاهدين وبالتحديد في الهند وباكستان اللتاني شهدت موجة حر دامت عدة أشهر قاربت على إثرها درجات الحرارة 50 درجة مئوية ما أدى إلى ذوبان الأنهار الجليدية في باكستان مما تسبب في فيضارات عارمة قتل على إثرها العشرات وللمرة الرابعة على التوالي يشهد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا هذه السنة موجة أو حالة من الإبيضاض الغير مسبوقة بسبب موجة الحر البحرية الشديدة والمتواصلة منذ 2016 التي يشهدها المحيط الهادي في الجانب الآخر من الكرة الأرضية وتحديدا في أمريكا الشمالية زادت تأثيرات القبة الحرارية وهو النظام حراري ناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري بحسب العلماء حيث تواصل درجات الحرارة تحطيمها أرقاما قياسية في العديد من المدن عبر كندا والولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من شهرين في موجة حر غير مسبوقة فقد فقد درجات الحرارة معدلتها لاحتيادية بخمسة وعشرين درجة مئوية فوق المعدات الفصلية كما قلت ما أدى إلى نفوق المئات من رؤوس الماشية خاصة في ولاية كنسس الأمريكية تأتي موجة الحر هذه مشاهدين في وقت يعاني فيه ما يقارب 26% من الجزء الغربي لأمريكا الشمالية من جافف حاد بنسبة 98% وفي سابقة لم تعدها كل من كندا وألسكا من قبل ارتفعت درجة الحرارة هذا العام في سواحل المطلة على المحيط المتجمد الشمالي إلى أوائل مستوياتها الثلاثينية خلال شهر جوان الماضي وهي زيادة بأكثر من 15 درجة بالنسبة لمعدلتها لاحتيادية مشاهدين هذه الضربة المناخية القاسية تؤكد بأن ظاهرة الاحتباس الحراري تتفاقم بسرعة كبيرة لم يتوقعها أكبر المتشائمين والأخطر من هذا هو تأكيد الخبراء أن موجات الحر ستكون مدتها أطول مما هي عليها الآن وستصبح أكثر شدة مع مرور الوقت طالما استمرت انبعاثات الغازات الدفئة وفضل تهون العالم في معالجة هذه المشكلة ستكون نتائج وخيمة لا محل مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية فقرة البيئة لنهار اليوم